عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المرشاط لمتابعة ملف الشريقات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي تناول الاجتماع وتنصيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي لدعم جهود تنفيذ وثيقة السياسة الملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وذلك من خلال الدراسة التي تجريها المجموعة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالإضافة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية والاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي فضلاً عن الدراسة التي ينفذها البنك لإعادة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة